طيب للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من إسطنبولة مفادة أكسر نيوز نادا رضا نادا برحب بك معنا طبعا إلى هذه التغطية ساعة الحقيقة نادا تقترب وتعتبر هذه الانتخابات هي الأكثر تنفسية منذ عقودة تشهدها تركيا وتذهب إلى جولة إعادة في هذه الانتخابات كي يوفى هي الأجواء لديك نادا نعم أهلا بك يا دانا وبجدد الترحيب بالسادة مشاهدة أكسر نيوز ساعات الأولى من هذا اليوم في الجولة الثانية أو الجولة الأعادة الانتخابات التركيا في الحقيقة المراكز أو المركز الاقتراع اللي احنا متواجدين فيه بيشهد توافد الكثير من الناخبين على مدار اليوم اللافت في النظر أنه الموضوع مش مقتصر فقط على كبار السن في مشاركة وبشكل كبير جدا للشباب كمان في مراكز الاقتراع في الحقيقة السنديق هي الفصل ويمكن زي ما انت قلت يا دانا ساعة الحقيقة بتقترب خلونا نتعرف على المشهد ويكون عندنا قراءة للمشهد ولهذه الانتخابات التركية بشكل موسع معدي في دكتور سمير سمير صالحة المحلل السياسي دكتور سمير أهلا وسهلا بحضرتك طيب خلني أبدأ من حضرتك يا دكتور في الأول لقراءة حضرتك للساعات الأولى من جولة الإعادة صحيح يعني أنا بالمنطقة التي أسكن فيها ساعة الصبح أنا ساعة ثمانية أول ما فتحت الصنديق وكان فيه كثافة بالمنطقة عنها من ناحية المشاركة في عمليات التصويت لماذا؟ لأنه النقطة الأساسية الآن هي من الذي يستطيع أن يعني يحرك الناخب التركي باتجاه الذهاب إلى الصنديق الذي سيفوز هو الذي سيتمكن من إقناع قواعده الشعبية بالمشاركة بالتصويت دكتور سامير من الذي يستطيع دي كان ممكن نعاول عليها قبل إمبارح الساعة ستة مع وصلنا للصنط الانتخابي خلال الرحلة من 14 يوم حتى السادسة مساء أمس هل حضرتك شفت العملية الاستقطاب المناشدات للناخبين شفتها زي وبرأي حضرتك مين اللي قدر أنه يقنع مرشعية خصوصاً نحن عندنا عاملين في غاية الأهمية عندنا 8 مليون مواطن تركي لم يدلب أصواتهم في الجولة الأولى عندنا كمان بعض الذين تموا 18 عاماً في غدون للـ 14 يوم دول صحيح صحيح يعني النقاط كلها مهمة التي تتحدثين عنها لكن الأهم الآن هو أنه كيف سيتعامل الناخب مع دعوات أو الحملات الدعائية الانتخابية التي أطلقتها القيادات السياسية في الأسبوعين الأخيرين لماذا؟ لأن الأسلوب تغير مادة تحريك الجماهير في أيضاً الأسبوعين الأخيرين تغيرت الشعارات الأولويات تغيرت في الجولة الأولى من الانتخابات مثلاً كنا نعطي العامل الاقتصادي موضوع الداخل التركي والاقتصاد كان له كان طغى على الحملات الانتخابية موضوع كما تتذكرين أيضاً الكارثة الزلزال وما بعد الكارثة أيضاً كان له أولوية في النقاش الوعود الانتخابية أيضاً على مستوى الحكم والمعارضة لكن هذه المرة يعني في الأسبوعين الأخيرين دخل بشكل مفاجئ أكثر من عامل برأيي أثر على قرار الناخب كما أنا أتابع من هذه العوامل طبعاً نأتخذ في كل المسائل فقط أركز على عاملين أو ثلاثة العامل الأول هو أنه تقديم موضوع ملف اللجوء ملف اللاجئ السوري تحديداً تواجده ومسألة إعادة اللاجئ إلى داخل الأراضي السورية هذا كان موجود في الجولة الأولى لكن كان قد تراجع هذا الملف إلى درجة مرتبة الثالثة أو الرابعة على مستوى التأثير على قرار الناخب لأن هذه المرة الأمور تخيارة تقدم هذا الملف عندك عامل ثاني كما تبعتي أنت أيضاً موضوع دخول القومي اليميني أميد أوزدغ على عمل التأثير بإتجاه تحريك الناخب وقرار دعمي وقوفي إلى جانب زعيم المعارضة كما القلج دار أولو صحيح أنا أعرف أنه حليف أوزدغ سينان أوغان ذهب بالاتجاه المعاكس وقرر يقوفي إلى جانب الرئيس رجب طيب أردوغان صحيح لكن الذي نزل إلى الشارع وحاول أن يؤثر أكثر في قرار الناخب كان أميد أوزدغ سينان أوغان لم يدخل على الخط إلا في اليومين الأخيرين وعبر الشاشات تحديداً أميد أوزدغ حاول أن يحرك الصوت اليميني القومي تحديداً في ملف اللجو لذلك سنعرف كيف كان ارتدادات يعني تأثير دخول أميد أوزدغ على الخط وما هي النسب الانتخابية التي سيقدمها لمرشح المعارضة طيب هل من وجهة نظر حضرتك بما أنك تطرقت للنقطة المتعلقة بأميد أوزدغ أميد أوزدغ تحالف مع كمال كليشدار أغلو كما تفضلت على الصعيد الآخر هناك الحزب الشعب الجمهوري يدعم كمال كليشدار أغلو بشكل كبير الكثير من التصريحات خرجت بأنه بعد هذا التحالف مع أميد أوزدغ من الممكن أن يعيد النظر ولكن في النهاية أعلن استمرار التحالف مع كمال كليشدار إذا أنت تقصدين حزب الشعوب الديمقراطية صحيح أتفق معك أيضا مهم دخول ناخب حزب الشعوب الديمقراطية لماذا؟ لأنه كما تعرفين هو المقترع يدعم الصوت الكردي تحديدا في مناطق جنوب شرق تركيا في مدن ديار بكر ماردين في أورفا في باطمان في هذه المدن الجنوبية الشرقية من الأراضي التركية الآن القيادة السياسية بحزب الشعوب الديمقراطية قالت نعم أنها ستواصل دعم مرشح المعارضة لكن أنا وأنت لا نعرف كيف ستكون تأثير الرسائل على القواعد الشعبية لحزب الشعوب الديمقراطية الشخصية أنا قد لا يذهب الناخب الصوت الكردي هل هيؤثر ذلك على شعبية كليشدار؟ هل من الممكن أن يحدث فارق في صناديق الاقتراعية دكتور؟ إذا لم تذهب هذه القواعد بشكل تلقائي دون أي نقاش ستتراجع أصوات كمال كليشدار أولو بشكل كبير لماذا؟ لأن الصوت الكردي كما قلت لك قبل قليل كان له تأثير في هذه المناطق وفي رعب الشعبية والدعم ونسب أصوات كمال كليشدار أولو لذلك هذا العامل أيضا مهم يعني كما قلنا قبل قليل عامل دخول أميت أزدار نقطة مهمة وصوت قواعد حزب الشعوب الديمقراطية لماذا؟ لأنه في عندها مشكلة مع أميت أزدار زي ما أنت عرفها يعني هو سياسي قومي صحيح قومي يميني وكان في عنده رسائل لا ترضي لا تعجب هذه القواعد حتى خلينا نقول لهجة كليشدار أولو بما أن حضرتك برضو تطرقت للوعود طيب وإحنا بنتكلم على الوعود يا دكتور سمير إلى أي مدى الوعود التي أطلقت في الحملات الانتخابية من الممكن أن هي تستقطب أعداد كبيرة من الناخبين اللي احنا بنشوفهم وخاصة الشباب يعني كان فيه وعود بتوجه بشكل مباشر للشباب صحيح الوعود مهمة لكن برأي هذه المسألة الوعود كانت بالوضع من الجولة التانية الآن المسألة ليست مسألة وعود انتخابية برأيي المسألة هي تحويل مسألة الذهاب إلى الصندوق إلى مسألة استفتاء المعارضة تقول كليشدار أولو يقول يرفع شعار التغيير ويقول للناخب أنه هل ستريدون أن تستمروا مع حزب العدالة والتنمية ومع الرئيس رجب طيب أردوهان أم أنكم تريدون التغيير بالعكس بمقابل الرئيس رجب طيب أردوهان يقول أنه إذا كنتم تبحثون عن الاستقرار فدعمونا الاستقرار يعني بدأ قبل 20 عام مع حزب العدالة والتنمية وحزب العدالة يقول أنه سيواصل هذه السياسة الناخب اليوم عندما يصوت أنا وأنتي بالليل حنعرف الإجابة أنه ماذا يريد الناخب التغيير أمن أنه الاستمرار والثقة بحزب العدالة والتنمية طيب لو حتى الناخب التركي رح للنقطة المتعلقة بالتغيير دكتور سامير أو حتى اختار الاستقرار تركيا بشكل عام تواجهها الكثير من التحديات ولو هنتكلم على الخطاب المتعلق بكمال كليتشدار أغلو هو بيتكلم على الاقتصاد يمكن حضرتك قلت هو النقطة المهمة بيتكلم على السياسة الخارجية لتركيا ما إلى آخره كيف من الممكن أن تتعامل تركيا مع هذه التحديات يعني المرشح الرئاسي الجديد أو الرئيس الجديد خلينا نقول لتركيا أمام تحدي كبير ما هي أولوياته في المرحلة المقبلة؟ صحيح يعني فيه نقطة مهمة أشارت إليها في السؤال أنه صباح الغاد الاثنين حسب النتيجة سنرى مسار سياسي جديد في تركيا على ضوء النتيجة في الداخل والخارج تحديدا إذا ما جاء كمال كولشتر أولو إلى الرئاسة فهو طالما أنه رفع شعر التغيير سيطرح سياسات وخطط اقتصادية اجتماعية ثقافية جديدة إلى جانب سياسة خارجية جديدة يمكن هو وعد بسياسة خارجية متزنة مغيرة مغيرة يعني مثلا حسب العدالة والتنمية اختار الانفتاح أكثر على العالم العربي على المعالم الإسلامي على إفريقيا والاقتراب من هذه المناطق وهذه العواصم والدول كمال كولشتر أولو يعد بإعادة التوازن هو يقول أنه فيه توازن اختل لصالح منطقة على حسب منطقة ويعد بالانفتاح أكثر وإعادة العلاقات مع الغرب تحتلل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع العواصم الأوروبية إلى سابق عادها يعني في التحول مثلا في العلاقة مع روسيا هذه أيضا ستكون مسألة أساسية يعني من الذي سيفوز سيحدد ربما سياسة جديدة مع روسيا بالنسبة لي كمال كولشتر أولو مئة بالمئة سيكون فيه موقف جديد علاقات جديدة مع روسيا مغايرة للعلاقات التي بناها الرئيس الرجب طيب أردوان على مستوى الشخصي مع بوتين كما تعرفين وعلى مستوى التنصيق الاستراتيجي بين موسكو وبين أنقرة إذن أتفق معك في نقطة أساسية يعني الأمور لن تكون كما كانت فيه السابق حتى الآن لأن سيناريو آخر بقي الرئيس الرجب طيب أردوان وبقي حزب العدالة والتنمية وهو يسيطر على البرلمان حاليا بالأغلبية العدالة والتنمية نفسه سيذهب رأي الشخصي من خلال المتابعة طبعا هذا سيذهب بإتجاه مراجعة سياسته التي اعتمدها فيه السابق في التعاطي مع أكثر من ملف مثلا الملف السوري طيب دكتور سامير سؤال الأخير لحضرتك بما أن حضرتك قلت على الأغلبية البرلمانية حالة فازة كاميل كليتشدار أغلو بهذه الانتخابات الرئاسية كيف سيكون الألية التنفيذ اللي وعدة خلينا نقول الأبرز اللي هو بيتكلم فيه حتى اللي هو بيتكلم أنه من أولى والوعود كانت العودة إلى الحكم البرلمانية صحيح الألية اللي هيتم من خلالها تنفيذ ذلك وهل ستكون تمريل المشاريع حتى سهل في البرلمان مع هذه الهيمنة لحزب الشعب الآن في نقطة مهمة قرار الناخب اليوم مهم للغاية بالمساء إذا ظهرت النتيجة أنه الناخب يدعم التغيير ويرد أن يفتح الطريق أمامه كمالك الجدار أولو كرئيس هذا يعني أنه الناخب يقول لكل الطرفين عليكم أن تتفاهم وتعملوا معا رأيي الشخصي أنا المسألة صعبة جدا يعني هذا لأنه فيه استفافات كما تبعتي وفيه مواقف متباعدة يعني السياسات مغيرة لكل طرف إذن السيناريو الأقرب أن نذهب إلى انتخابات مبكرة جديدة في تركيا إذا ما فاز كمالكولشتر قالوا اليوم والأغلبية بيد الحزب الحاكم إلى أي يعني لأي فترة زمنية من الممكن أن يسود التفاهم بين الطرفين هذه هي النقطة المهمة الآن يعني لماذا؟ لأنه فيه عندنا نحدي بعد عشرة أشهر انتخاب بلديات في تركيا وهذه أيضا انتخابات مهمة سؤال من عندي أنه هل الآن الفوز المعارضة كما الكولشتر قوله يعني هدنة بين الجانبين حتى موعد الانتخابات المحلية البلديات ويكون أيضا يواكبها انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة بشكل تغيير شامل هذا لماذا نطرح هذا السيناريو؟ لأنه إذا كان فيه أزمة في إدارة الأمور خلال هذه الفترة الزمنية في حال طبعا سيناريو سيناريو فوز كمالكولشتر وهذا برأيي مهم جدا بالنسبة للناخب اليوم يعني الناخب الآن عندما يروح للصندوق يعني الناخب الذي أنا أو أنت متابعه يدخل إلى داخل الصندوق صح هو بزهنه أنه أنا ما الذي أفعله؟ هل سأفتح الطريق أمامه الذهاب إلى جولة انتخابات مباكرة جديدة في تركيا ربما أزمة سياسية جديدة أم أنه سأدعم الاستقرار وأستمر مع الرئيس رجب طهيب أردوان؟ نعم يعني صندوق الاقتراع ستكشف اختارات الناخب أشكر حضرتك دكتور سمير صالحة المحل السياسي شكرا جزيلا حضرتك إذن هكذا يبدو المشهد دانا إحنا مستمرين معكم في هذه التغطية على شاشة أكستر نيوز إليك من قد زيد أشكرك شكرا جزيلا طبعا نادا رضا وشكر موصول لضيفك العزيز على هذا الرصد وهذه التفاصيل والمعلومات شكرا جزيلا لكم